موسيقى فوزي سقليف فاسابينا مرميت FBM مرحبا بكم في FBM FBM ليس فقط مساحة زمنية مخصصة للمواجهة هناك مرافقة ومحاولات لا تتوقف للفهم FBM يمكن أن يتزيأ أحيانا بزي الحب أصلا الشأن الثقافي والفن حب في FBM اليوم لن يحضر السينمائي ولا مسرحي سيحضر اليوم عالم أنتروبولوجيا وإذنولوجيا وعلوم الأديان هو واحد من أشهر المتخصصين في الصوفية في العالم ورئيس مهرجان الثقافة الصوفية بفاس فاس التي يعرفها وتعرفه يحبها وتبادله الحب ضيف FBM تجمعني به علاقة قديمة أحاديث روح وأحاديث صوفية هدفها نشر الثقافة الصوفية ودائما كان اللقاء عن بعد تماما مثل اللقاء اليوم الذي نجريه عن بعد تماما مثل المهرجان الذي يديره والذي يبلغ نسخته الثالث عشر في أول وآخر المطاف البعد قرب والكلمة التي تجتمع بكلمات لتكون جملا وأفكارا لا تعتد بالمسافات كمعيار لتحقيق القرب عدد اليوم نرفع به الإيقاع وكل باحث عن الاستسهال أدعوه من الآن لينسحب أحيانا من اللازم أن نرفع الإيقاع الثقافة الصوفية في الأفهام وفوزي سقلي خير من يمثلها بالتالي لنعبور أستاذ فوزي سقلي مرحبا بك في الأفهام شكرا أسي بلاد شكرا كثيرا دورة ستنائية من مهرجان تقافة صوفية فاس اللي انطرق يوم 17 من هذا الشهر هذه الموعدة أستاذ فوزي السنوي أصررته أنه يتنظم رغم الظروف الصعباء اللي يمر من هالعالم بسبب الجائحة للكونا اللي فرضت أن أغالبية المهرجانات والمواعد الثقافية كانت توقف عدد من البلدان بما فيها طبعا المغرب أستاذ فوزي علاش هذا الإصرار وما كانش بالإمكان أنه يتأجل باش تكون عندكم ربما ضامانات أنها تكون دورة غا تنجح وهذا هو الإبداع الإبداع دائما يكون في بعض الحلول الصعباء في بعض الأمور لما تتكونش لما تتكونش عادية إذن فهذه المسائل ممكن لا تتعطينا واحد الأفاق جديدة وهذا ما وقع بالضبط لأنه الآن في هذا الضرف الذي تنعيش فيه وقع أنه يجب أن نستعمل وهذا المسائل الأساسي على ما أعتقد الوسائل للتكنولوجيا الجديدة في خدمات التخافة وفي خدمات القيامة الروحية وفي خدمات التصور للتراث والتواصل ما بين الناس وهذا كان من الصدفة العجيبة لأن هذا العنوان هذا المهرجان كان هو فنون التواصل وهذا العنوان كان موجود قبل الأزمة ولكن بطبع الحال هذه الظروف الخاصة تتعطي واحد الملحة واحد المفهوم آخر البحث عن الحل ولو في عمق الأزمة شيء اللي تتحولوا تعمله أستاذ فوزي قبل ما نمشي نخليوا الناس محكو غيل كانت يقول أن هذا الصعاب هي اللي تتكون المصار نعمة سي نسمعك السيبريل أستاذ نخليوا الناس اللي متبعين الأفايم يشوفوا معنا الواحد المقطع كيعكس لحادات متعامل مهرجان ثقافة الصوفية ومن بعد نرجعون نشوف النقاش دي هنا نتابعوا اشتركوا في القناة مقطع مقطع اللي كي يشرح كتير من الأشياء وكي يبدأ بلحدة ظلام وكي ينتهي بالنور اللي كي يتسرب للعقول والقلوب والوجدان وهذه هي الدعمات دي التقافة الصوفية اللي من خلالها كتتحقق الغاية المطلوبة عندك ما تزيد أستاذ فوزي بخصوص المقويمات والغاية من التقافة الصوفية قبل ما نزيده في النقاش دي هنا هي تقافة تتعلق بهذا الجانب التجريب في الحياة الصوفية تقول أنه التجربة الروحية هي التجربة لا يمكن أن يعود شخص شخص آخر فيها فيمكن أن تنوب على ناس آخرين في الخطاب وفي إشياء كثيرة ولكن في التجربة الحية وفي الإحساس الشخصي هذا يبقى دائما خاص بالدات الإنسانية فهي ممارسة وهي في الحقيقة سلوك كذلك وارتقاء في مقامة مختلفة من العروج ومن التدروج في المفاهم الصوفية وهذه الأشياء كلها بتبعي الحال ترتبط بالحياة في عمقها الأساسي وخا مشوا الآن في النقاش ونبغي نقولك أستاذ اللي كيوقع وهذه ملاحظة شخصية أن الأنشيطة اللي كتنضم في مهرجا التقافة السوفية كتدور داخل فضاءات خلين نقولك نخبوية وفي إطار ندوات يمكن يشوف البعض بأنها فيها نوع منتعالي على إدراك عامة الناس كنعتقد أن الرسائل اللي كتبغي تبعتوها ربما كتوسلش للناس بالنظر للغة الخطاب المستعملة ممكن نوصل أفكار لعامة الناس ونتواصل معهم بلغة المتناول دي الجميع ما كتحسوش ها أستاذ فوزي بأنه كين مشكل في التواصل أعتقد بأنه القدرة الإبداعية للتقافة الروحية جعلتها منذ قرون منذ البداية أن تخاطي بالناس على مستويات مختلفة ولكن مشي التقافة الظاهرية التي هي الأهم هو في الحقيقة التفاوز يكون على التفاوز في الضوق في الفهم في الوعي الداخلي ولكن يمكن أن نعبر عنه بأسلوب فلسفية ونفكر مثلا في ابن سبعين وإبن العربي ولا الجيلي ولا آخرين ولا بالجانب الشعري وهناك الشعر مثلا في واحد منه النخبوية ولكن الشعر كذلك اللي هو شعبي بحل الملحون وبحل بعض القصائد في المشحات وما إلى ذلك وهناك كذلك ما تقوله بالتصوف الشعبي لأن هذا ما تتفاوز دائما هو حقيقة واحدة تتجلى في تعابر متعددة ولذلك هناك حتى في بعض الأحيان في الأمثال الشعبية هذا كل تربية في حياتنا اليومية التي تنتقنها من الوالدين من الوساط الاجتماعي التي تنعيش فيه والتي كانت موجودة على جميع المستويات فبطبع الحال هذا ممتاز أن يكون هذا الجانب الشعبي هو أساسي ونحاول أن نحصف به ولكن هو شعبي غير من فهم الضائري ما في العمق هو شيء عميق جدا ودقيق وكذلك يمكن أن يساهم هذا الشحن الروحية تساهم كذلك في إدكاء واحد النوع من المقاربة الفلسفية التي تكون عندها كذلك واحد للقوة واحد للإدراك خاص وخاو سيد فوزي شعار الدورة هو فنون تواصل ومن نتكلم على هذا الشعار خاصنا نكون نستعمل الفرن بالقواعد ونكون تقن التواصل بالدوابط ديال وش هذا الشعار ممكن يتحقق وسط هذه الظروف الاستثنائية التي تكون عليها لفرضات عليكم التواصل الافتراضي عن بعد وعن طريق تكنولوجيا الرقمية أنا ما زال كالحشوية وستمح لي أستاذ فوزي وش الرسائل لكم ستوصل للفئات واسعة أو على الأقل الفئات المستهدفة تنظر بأنه كما قلنا في البداية هذا ليس من الحلول التي سهلة هي فيها واحد من صعوبة واحد من المراس في تخصوص ولكن غامرنا هذه المسألة هذه لأنها ضرورية والضرورية تتفرض الإبداع وتتفرض أنه نوجد وسائل أخرى ولكن في نفس الوقت تنشوف تتمشى مع الوقت مع التقافة الموجودة في العصرنا الآن وهذا تبين واحد كل وقع في واحد الإسراء واحد الكبير في هذه الظروف هذه الأزمة بحيث أن الناس يستعمل التواصل من خلال الفيزيو كونفيرانس ومن خلال هذه الأشياء كلها وتبين بأنه أدت أحد الأفاق أخرى الحقيقة فيها واحد الآهمية واحد الغناء لم يكن متصور من قبل إذن هذه المسألة جعلت أن الفكرة ولكن هذه كانت موجودة في دهننا وفي فكرنا من قبل هذه الأشياء كلها لأن كنت نفكر بلنج نخلق واحد لقاعدة افتراضية رقمية بلاتفورم اسمها الموروط السوفي أو السوفي هوريتاج قبل أن تكون هذه الأزمة ولذلك تأتي المسألة وقع فيها الإسراع بحيث المسألة تتجلب ومهرج المسو كمهرج المباشر ستريمينج ساهم في صنع هذه القاعدة وفي الإسراع بصنعها إذن هذه تجعل واحد المسألة مهمة جدا وعلى ما أعتقد هي محورية في تحول الحضار الذي يمكن العيش هو أن لا نستعمل التكنولوجيا من أجل التكنولوجيا وكتعلق بتكنولوجيا وهذا الذي دعنا نتقف في مجتمع استهلاكي في مجتمع فقط التفاهة وتعلق بأشياء جد سطحية ولكن نستعمل هذه الوسائل كوسائل في خدمة التقافة في خدمة الفكر وفي خدمة الإبداع وفي خدمة التواصل وهنا سنستطيع تنعطي لهذه الشحنة والثورة الصوفية وإمكانية الحضور بشكل قوي بشكل قوي بشكل العمق كبير جدا واستكشاف هذه الصورة عبر العالم هذا الجميل كنا دائما تكون محدودين في مكان المهرجان في الوقت التي تكون تتمر في هذه الأعمال إلا أن الآن تنفتح عبر العالم وتمكننا نطافر الآن مختلفة هذا روح تتطافر وتتمشي لهيند وتتمشي الأمريكا وتمشي الأوروبا وتمشي الإفريقيا والبلدان المختلفة لكي نتواصل مع متخصيص أو محاضر أو معاد أو نسمعه العرض الفني أو العرض الموسيقي وما إلى ذلك إذن هذه الأشياء كلها تتفتح فضاءات كبيرة جدا وربما نعاون نجد التواصل مع الجذور التاريخية والحضارية التي كانت في البداية التكنولوجيا تبدو أنها ستكون في موقع ضدها أو تكاد أن تمحوها في هذه الموجة التكنولوجيا العاربة التي وقعت إلا أن نمكن أن نقلب هذه المعادلة وتصبح التكنولوجيا في موقعها الحقيقي والحضاري استخدام الإيجابي الجانب للتكنولوجيا أستاذ ستوقف فقط لحظات أنه الشطر الأول وننطلقوه مباشرة بعد قليل في الشطر الثاني من الأفايم ننتقل بعد قليل كل فراء ترحبون بكل من ينضم في الشطر الثاني من الأفايم اليوم الأستاذ فوزي سقلي رئيس مهرجان فاس للثقافة الصوفية هو ضيف الأفايم أستاذ نمشي مباشرة نكمل في الشطر الثاني وننطلق نطلق معكم الأمر الذي يهمني بزي الثقافة الصوفية هي أستاذ أداة قوية لمحاربة الفكر المتشديد والقناعات المتطرفة ونحن كاملين في هذه الضرفية محتاجين لهذه الثقافة الصوفية التي ترقاب مستوى الدهنية المواطنين في تعاملهم مع العقيدة الدينية إذن دورة أستاذ فوزيرة مفروض أنه يكون أكبر من مجرد اقتصار على ممارسة خلينا نقول لك واحد النوع من تنشي التقافي كان عندكم شي تصور أنكم تتوغلوا داخل الكيان دي المجتمع باش تحقوا هذا الهداف اللي تكلمت عليها أستاذ نحن تكون في هذه الأحضان المغرب عنده واحد طراء واحد طراء صوفي قوي جدا ومتجدير واللي نحتل الشخصية المغربية عبر الطارق وعبر القرون واللي جعل أن المغربة تتمتعوا بواحد من الأخلاق وواحد القيام تحتضنوا وتشبتوا بواحد الإسلام ديل السلوك ديل المعاملة هو أكبر من أي شيء آخر ماشي فقط تبقوا في الملهيين في بعض القواعد وبعض الأشياء اللي هي تتنتمي الإيديولوجيات أكثر منها إلى الدين بل أنها تكون في المراس اليومي تتبت في التربية في التوجهات في الأدب لتصوف كل أخلاق كما يقول أبو علي الدقاق تقول تصوف كل أخلاق زاد عليك في الأخلاق زاد عليك في التصوف إذن هذه الأشياء هي صناعة الرجال تقول واحد القولة شهيرة الصوف ابن ابن وقته وهذا كلمة قديمة بمعنى أنه تصوف تجدد لو تأخذ أبعاد مختلفة عبر المكان التي تتوجد فيه لكل مقام مقال كما يقال فهذه المسائل كلها هذه مناهج فكرية مناهج في الحياة مناهج في الحكمة يمكننا أن نعتمدها في صناعة المجتمع الآن وفي دمج مثلا واحدة المجموعة هذه الأشياء التي تسبب متجتساولة متنازعة مثلا ما هو تقريدي وما هو عصري وما هو غربي وما هو شرقي وهذه الأشياء كلها تدمج وتعطينا صناعة هذه واحدة الإنسان التي يستطع يعيش ويقع سلوك دياله ويقع الإمكان والواساط للخطر الواساط الإيجابي في هذه الظروف ولكن هذه المنهجية التربوية التي قلت على جميع المستويات هي على مستوى الروح أولا بطبيعة الحال ولكن هذه المستوى تجلى في الفكر وفي الفن وفي التعامل وفي صناعات الحياة بسببتين عامة وخا وخا نقول لك واحدة تفصيل لكي أستاذ فوزي إذا كان صدرك رحب وأنا عارف رجل نقاش محيب للنقاش محبا وخا كان شخصية كبيرة تيتو سبيركارت سيد إبراهيم اللي جال المغرب كانت أخذ في سنة 1928 1929 الأول مرة وتشبع بالفكر السوفي فيما بعد في مدينة فاس وعاش بحب فاس وعاش حب فاس قصتوا تنقلت أوساد في بيقاء أخرى من العالم طلاقها من حب شخصي ومبادرة فردية بحيث تقولوا الناس في الغرب كان أقول كان سطر على الغرب عندهم إلمام كبير بهذا الفكر وبهذا الشخصية الصوفية ولكن مع الأسف إلى سؤلنا فئة كبيرة أستاذ فوزي من المتقافي المغربة على هذه شخصية اللي بقيمتها الكبيرة كون على يقين أستاذ فوزي ستخلي بأنهم قلوا لك معمرنا سمعنا به هذا نفع شخصيا كيبال يتقصير شكون في رأيك المسؤول عليها أستاذ فوزي هذه الرؤية ل Lavẹ thirsty للعالم ومتززززززززززززززززززززززززززززززز كذلك في الأفكار لأنه لا بد من أن نفهم كيف يكون وتكون العلاقة الحيوية والعضوية التي تربطنا بالطاريخ بالماضي سواء الطاريخ القريب كما هو الشأن التسبيقات سي إبراهيم الذي عاش في فاس ونفسه كان فوق الحماية وفي أحضان طرق صوفية وعتنق الإسلام وأصبح صوفيا كبيرا وأنجزة كتوبا هامة لا زالت تكون مرجعية أساسية في التصوف وترجم بجميع اللغات وتكلم كذلك عن الروح الصوفية الموجودة بفاس بحيث أنه المحرك الأساسي للتنمية الاجتماعية والثقافية والاقتصادية لأنها متعلقة بالحلاف ومتعلقة بكل أنشطة لدخل المجتمع هي مرتبطة بهذه الروح الصوفية ودى بينا هذه المسألة في كتابه فاز سيتة الإسلام وكان كذلك بوعتها كمتخصص من طرف اليونسكو وربما هو من خلال الأعمال يلو باش فاس تنفت كطرات عالمية بالحق تصحك أكثر من ذلك كني الإجراءات كانت من أجلي و لسببي في الواقع الأعمال التي قام بها وهناك مزموعة من الأعمال التي يجب أن نكتشفها من جديد أن نفهم مثلا ما هو المعمار الذي يجب أن نعتمده والآن يأخذنا بالاعتبار هذا الدمج للإعطاءات بلاينا من أن نتكلموا على التوراة ليس فقط لكي ندروا الإحصائيات ولا لكي نصنفوه ولكن لكي يدكي واحد الفكر متجديد يعطينا واحد شيء آخر يغدينا ومن خلال هذا القوس الروحي يمكننا نبدعو أشياء جديدة ومتجديدة وأنا أعتقد شخصيا أنه حتى العامة التي تنقوم به مهرجان للتقافة الصوفية وكان في امتداد المهرجان الموسيقى الروحية والأولاء المنتدى الكبير اللي كان وادح المهرجان كذلك دي التقافة الصوفية من أجل إطفاء روح على العولمة أن هذه الأشياء كلها هي بحقها واحد النوع دي الامتداد دي هذه الأعمال كلها لا يمكن أن تظهر عن الهوى ولا عن العدم فهي لا بد من أن تكون مرتبطة بشكل عميق بهذه الأعمال بهذه البدور كلها وهذا هو الذي تكون حضرة وتنظن أنه لك هذا التواصل وأنا أعتقد أنه يحتاج للجنوب الرقمي سيلاعب واحد دور أساسي هذا المسأل هذا المسأل لأنه هو غديم كله يسهل هذا التواصل مع الناس مثلا حناف هذا الضرف دي لدي المراجان قمنا بحوار مع سيد طيب شويرف وهو موجود أستاذ جامعي في باريس وهو أصدر مؤخرا جوج الكتب حول تيتوس دوكاخت وحول الحياة وبالأخص المقام في فاس في وقت الخبرة التي قام بها في هذه المدينة التي تسمع المدينة الروحية إذن هذه وتنظن بأن هذا الشيء لا تكرر ليس فقط فوق الموسمي وفوق الفيستيفال لكن الشيء اللي هو جديد واللي هو أهم هو أنه سيصبح الآن مستمر من خلال هذه بلاتفورم الصوفي وغادي تكون فضلا يمكن أن يكون لدينا واحد الضخيرة ديال المخطوطات وديال الكتب النادرة غادي يمكن أن يكون لدينا واحد الضخيرة ديال الفنون الصوفية ديال السماع في الشرق وفي الغرب ودي أولاد تلفورون تشكيلية إذن هذه الأشياء كلها غادي ممكن تكون طبعا حال بلما تكلموا على الأدبيات ديال التصوف وعلى كل الكتابات وأموات الكتب الصوفية الكبرى هذا كله غادي كله يكون يحافظ ديال لكن ليس بشكل متجميد بل بشكل مفتوح بحيث أنه يمكن يوقع فيه التواصل والأخذ والرد ونعاود هذا الشيخ كله يعاوننا لأن نجدد من جديد فعالية هذا التصوفي في حياتنا المعاصرة واخر أنا أختيت الكلام ديال كامل كما قلت اليوم أنت الشيخ وأنا المريد على غير عادة الأفبام ولكن غير ركزت الوحل جاني بديل التواصل مثلا غير بعجالة قبل ما نمشي الكاريكاتور ديال الخريج الشر مثلا لماذا أنه ربما نلمس فئات واسعة من المجزمات ممكن أنه اشتغال ديال أو ماستر كلاس تكون هناك ترجمة بالعربية لماذا نلمس فئات واسعة مثلا هذا اقتراح علش الله علش الله بطبع حال أنا سنظر مدام انتقلنا لهذه الصغيرة الرقبية لا بد من أن نعتمد على الأقل 1-4 أو 5-5 لغات الأساسية واحد شكل كبير لأن هذا الذي حتاد الآن لدينا غير استغاب العربية والاستغاب الفرنسية في الموقع ولكن الآن تشاهد الناس من أنحاء العالم لأن الناس لم يكن يأتي بكل سهولة في أستراليا في اليابان في أمكان أخرى في أسيا في عدد من الأقطار في أسيا إذن هذة يفتح أفاق أخرى خرجنا من الحلقة فقط للعالم للغة العربية هو شاسع جدا بطبع الحال وهو الأساس والعالم الفرنكوفوني إلى أن نذهب إلى العالم الأنغلوساكسون وكذلك الإسباني لأنها كل شيء مرتبط ليس فقط بلغة التواصل الحالية ولكن كذلك بطرس وفينسو هناك مجموعة كبيرة من المعاهد لنتصور في أماكن مختلفة لتتعزم هذه اللغات كلية أستاذ فوزي قربنا من انهاء المساحة الزمنية للأفبام نريد أن تأخذ الهاتف لأنه فريق الإنتاج لك الكاريكاتور خاليد شراغ لنجعلك تشوفه ونشوف تعليق ديالك على الكاريكاتور والساني تفضل بسم الله نكبرها شوية تفضل فستيبال أدستانس من ضاق عرف سلو كيغوت سيدو كويسيجي نمتاز رابع على عدوية هذه تبدو الحل إشارة أنها أهم نعم يا أستاذ من ضاق عرف ومن وصف فمتصف هذه الكلمة رابعة عدوية وهذا كما قلت هذا الحكم ستختار في الزمن والمكان ولينا ستتصبط بالتجربة الأساسية في الحياة وفي البحث عن الحكمة على كل حال اللي تهمنا في هذه كله هو أن هذا الكلام لا يوجد زمن لا يوجد مكان تتعلق بالروح وتتعلق بالتواصل وتتجاوز وبهذا الكلام هذا وتتجاوز الزمن وتتعلق كذلك نعم تتعلق كذلك بتجربة نعيشها الآن وهي هذه الأزمة كل الأزمة إذا فكرنا فيها مزيان رأى عندها واحد البعد وهذا الانفتاح في الأخير التي يكون روحي وتمكننا نخرجه بواحد مفهوم جديد ومتجديد شكرا أستاذ فوزي سقلي ونتمنى لكم التوفيق في مهرجان تقاف الصوفية بفاس الحي الزمني من هنا شكرا لك على سعاد الصدر وبتوفيق مستقبلا إلى الملتقى اشتركوا في القناة